السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بمتابعين الكرام أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ الصفة الثالث الابتدائي في مدرسة اشتار الابتدائية الأهلية مادتنا هي قراءتي للصفة الثالث الابتدائي درسنا السابق كان قراءة قصة ليلى والذيب وكلنا شاهدنا القصة كانت جميلة وممتعة ومثل ما سبق قلت لكم نجزئ الموضوع إلى جزئين حتى نقرأه ونكتبه أخذنا الجزء الأول دي هي صفحة 104 وتكملت هي صفحة 105 أما الآن هي تكملت الجزء الثاني للقراءة هسا أريد افتح الكتاب وياي وإيدك على الكلمات نقشر ونقرأ الموضوع صفحة 106 106 هسا أشهر وياي حقران الموضوع وياي لكنها فرت من باب آخر لكنها فرت من باب آخر بعد إن أصابها بجروح لبس الزئب ثيابها ونام في الفراش ولما وصلت ليلى إلى دار جدتها نادت بأعلى صوتها جدتي جدتي افتح الباب يا جدتي لقد أرسلتني أمي بهذا الكعك إليك فقال لها فأسرعت إليها فرحة ضاحكة لتعطيها الكعك وهي تقول لها خذي هذا الكعك يا جدتي خذي هذا الكعك يا جدتي اسم الإشارة هذا اللي أخذناه درس القواعد نشير به إلى المفرد المذكر القريب هذا يا جدتي إنه كعك لذيذ صنعته لك أمي فقال الزئب الخبيث ضعي الكعك هناك يا ليلى وتعالي نامي معي يا ابنتي الحبيبة فوضعت ليلة الكعك على المائدة وذهبت إلى الفراش فلاحت لها أسنان الذئب الطويلة فظنتها أسنان جدتها فتعجبت مما رأت وقالت ما بال أسنانك طويلة يا جدتي علامة الاستفهام لوجود أداة الاستفهام ما ما بال أسنانك طويلة يا جدتي فقال لها الذئب بصوت مخيف لأأكلك بها فأدركت ليلى إنه الذئب ففزعت وصرخت مستنجدة مستغيثة وكان خاله قد أزداد شوقه إلى أمه في ذلك اليوم فأتى بيتها فلما وصل إلى الباب سمع صراخ ليلى وهي تستغيث من الذئب الذي هجم على جدتها فأسرع إليه وضربه بالفئس ضربة قتلته ونجت ليلى من الموت هل سوي آيه حقراء للموضوع تقرأه من بعد حتى تحفظوا قراءة لكنها فرت من باب آخر تنوين الكسر باب لكنها فرت من باب آخر بعد إن أصابها بجروح بعد إن أصابها بجروح بعد إن أصابها بجروح لبس الزئب ثيابها لبس الزئب ثيابها ونام في الفراش ونام في الفراش ولما وصلت ليلى ولما وصلت ليلى إلى دار جدتها إلى دار جدتها نادت بأعلى صوتها نادت بأعلى صوتها جدتي 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 افتح الباب يا جدتي افتح الباب يا جدتي لقد أرسلتني أمي لقد أرسلتني أمي بهذا الكأكي إليك بهذا الكأكي إليك فقال لها الزئب فقال لها الزئب الخبيث بصوت خافت فقال لها الزئب الخبيث بصوت خافت ادخلي يا عزيزتي ليلى ادخلي يا عزيزتي ليلى فإن الباب مفتوح فإن الباب مفتوح فدخلت ليلى الدارة وظنت إن جدتها مضطجعة وظنت إن جدتها مضطجعة على سريرها لتستريح فأسرعت إليها فرحة ضاحكة لتعطيها الكعكة وهي تقول لها خذي هذا الكعكة يا جدتي إنه كعك لذيذ صنعته لك أمي صنعته لك أمي فقال الزئب الخبيث فقال الزئب الخبيث ضعي الكعكة هناك يا ليلة ضعي الكعكة هناك يا ليلة وتعالي نامي معي وتعالي نامي معي يا ابنتي الحبيبة فوضعت ليلة الكعكة فوضعت ليلة الكعكة على المائدة على المائدة وذهبت إلى الفراش وذهبت إلى الفراش فلاحت لها أسنان الزئب الطويلة فظنتها أسنان جدتها فظنتها أسنان جدتها فتعجبت مما رأت فتعجبت مما رأت وقالت ما بال أسنانك طويلة يا جدتي ما بال أسنانك طويلة يا جدتي فقال لها الزئب فقال لها الزئب بصوت مخيف فقال لها الزئب بصوت مخيف لأأكلك بها لأأكلك بها فأدركت ليلة إنه الزئب فأدركت ليلى إنه الذئب ففزعت وصرخت مستنجدة مستغيثة وكان خالها قد أزداد شوقه إلى أمه قد أزداد شوقه إلى أمه في ذلك اليوم فأتى بيتها فلما وصل إلى الباب سمع صراخ ليلى وهي تستغيث من الذئب وهي تستغيث من الذئب الذي هجم على جدتها الذي هجم على جدتها فأسرع إليه فأسرع إليه وضربه بالفئس ضربة قتلته ضربة قتلته ونجت ليلى من الموت ونجت ليلى من الموت الآن أريد منكم بعد ما أتمنى قراءة موضوع ليلة والذئب نقل بالصفحة 108 أكو موجودة تدريبات التدريبات هاي كل السهلة أريد بعد ما تكملون كتابة الموضوع صفحة 106 و 107 106 و 107 حلولي التدريبات بالكتاب ما ردي تكتبوها بالدفتر بالكتاب أنا شوية موضوع طويل وكتابناه بالدفتر فالتدريب رقم واحد تدريب رقم واحد ضع كل كلمة في مكانها المناسب من الجمل منطينا جمل من الموضوع اللي قرأنا وكلمات بينقوسيا نختار كل كلمة بالجملة شؤون يفاجئ مضطجعة المائدة مستنجدة شؤون يفاجئ مضطجعة المائدة مستنجدة أول جملة ففزعت وصرخت مستغيثة شون الكلمة الموجودة هنا حتى الكلمة الموجودة هنا حتى تكمل هذه الجملة شؤون لا يفاجئ إذن ففزعت وصرخت مستنجدة مستغيثة نكتبها مستنجدة مستنجدة جملة الثانية وظنت إن جدتها على سريرها لترتاح شون نائمة على سريرها إن الجملة مضطجعة مضطجعة ميم ضا طا جر أي مضطجعة جملة الثالثة تسرع ليلى كل يوما لتعاون أمها في شؤون البيت إذن شؤون شؤون البيت فوضعت ليلى الكعكة على المائدة وإذا بذئب خبيث حفظيها نحن يفاجئ ليلى الصغيرة يفاجئ وإذا بذئب خبيث يفاجئ ليلى الصغيرة هسد نشوف الجمال ففزعت وصرخت مستنجدة مستغيثة وظنت إن جدتها مضطجعة على سريرها لترتاح تسرع ليلى كل يوما لتعاون أمها في شؤون البيت فوضعت ليلى الكعكة على المائدة تمام وإذا بذئب خبيث يفاجئ ليلى الصغيرة تدريب رقم اثنين مخضي اللي هو بالتدريب السابق بموضوعنا الحواس الخمس قلنا الكلمة بها لام ونضيف لها الف لام لذيذ اللذيذ سيقول لذيذ اللذيذ إذن لسان بها الف نخلي لها الف لام العفو ويه لسان بها اللام صير اللسان لبن خلي لها الف لام صار اللبن ليف خلي لها الف لام صار الليف اللبن أخلي لها الف لام صار اللبن تدريب رقم ثلاثة اقرأ المثال خلنا نقرأ نشوف حتى على أساس المثال نحل باقي الجمل يا أحمد اسمع النصيحة يا سعاد اسمعي النصيحة هنا أحمد اسمع النصيحة هاي الجملة مذكر هي كلها مذكر يا أحمد يا سعاد هنا مذكر هنا مؤنث هنا اسمع مذكر من أقول لبنية اسمعي النصيحة نكمل الجمل على أساس هذا المثال يا محمد افتح الباب إذا ناديت زينب أقول لها يا زينب افتح الباب إذن الصير افتح يعني أحول الجملة هنا من الكلمة هنا مذكر إلى مؤنث يا علي ضع الكتاب في المكتبة إذا ردت أرجع السعاد أقولها يا سعاد ضعي أضيف الهياء ضع الكتاب في المكتبة أول عشر تلاميذ من كل صف يكتبوني الموضوع بالبداية يعني أول بداية هم ويدزولية حمطيهم اليوم درجة الممتاز أوكي وأريد تفاعلكم أقوى وأحسن من قبل وانتظركم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر